ما الهدف من صناعة الروبوتات على هيئة رجل؟ عقود من التطوير والتحديث والدراسات لم يستطع هذا الروبوت أن يمشي مثل البشر إنما يمشي هكذا بشكل مخيم بشكل غير لائق أصلا حتى ظهر أطلس أطلس طورته بوستون دايناميكس شركة طورته في عاني 2013 بتمويل من البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية فأصبح خارقا رياضيا فضيعا يقف دائما تراه متأهبا هكذا مستعدا للقفز تعلمون؟ تصدقون أن لديهم مهارات يقوم بها لا يستطيع جنبازي أن يقوم بها لاحظوا يمشي هكذا آه آخذ هذه السقالة وضعها لأن البناء الذي ينتظره فوق طلب منه أن يجلب له الحقيبة انظروا كيف يتعامل مع الحقيبة آه ثاني ركبة أيه ثاني ركبة يلا واحد اثنان ثلاثة أربعة آه نجح بالطريق الضيق قفز رماها رماها بمهارة أيضا الآن كيف ستنزل يا شطور رماها قفزة ارجع إلى حيث أنت لابد من طريقة رياضية يقفز بهذا الشكل ويحافظ على توازنه كيف يفعل هذا؟ باختصار أطلس يعتمد في حركاته على كاميرات انظروا كم الكاميرات الموجودة لأنها كاميرات مزدوجة تستطيع تحديد الرؤية وتعمل بالليزر كل هذا يتحكم فيه حاسوب داخلي طبعا نستخدم أجهزة استشعار حساسة موجودة في جسمه وساقيه يستطيع من خلالها أن يتجنب العوائق وأن يكون مرينا في التعامل والقفز أطلس يعمل بالبطارية وزنه ثمانون كيلوغراما ثقيل يعني طوله تقريبا متر ونص يحتاج للدربة وللميران كي ينفذ مهماته لأنه يفشل أحيانا غالبا ما تؤدي هذه الاختبارات التي نجريها على الروبوت إلى كسره أو تخريبه لكن لا بأس يمكننا إصلاحه يجب أن نقدر كل شيء كي تنجح المهمة إن أخطأنا في التقدير تحدث أشياء سخيفة وليس دائما شاطر قدرات الروبوت أبهرت مغردين كثر طبعا تخلق مخاوف كما لاحظتم من التغريدات من طريقة استخدامها كيف سيستخدمونها هل سيقتلون البشر بها وزارة الدفاع الأمريكية التي تمول تطوير هذا الروبوت تقول لا نية لدينا لتصميم أسلحة أو أنظمة أسلحة هجومية أو دفاعية نريد بناء روبوتات يمكن أن تساعد الجيش على تقديم المساعدة في حالة الكبارث ترجمة نانسي قنقر